في الحقيقة فنانينا مصر ليهم بصمة كبيرة جدا جدا في عقولنا وذكرتنا وحتى في نشقتنا كلنا كأجيال مختلفة ولو هنتكلم عن الجيل يمكن القديم شوية ليه بصمة كبيرة جدا بسبب إيجاده لحاجات كثيرة قوي الممثل زمان كان بيجيد مش بس لغات لأ بيجيد كذا هواية يعني تلاقيه بيمثل حلوة قوي وبيغني وعنده سكتشات حلوة قوي ولو هتكلم عن فنان كبير عايزة تكلم عن طبعا فنان الراحل سمير صبري اللي مبارح كانت الذكرى السنوية الأولى لرحيله واحد من أبرز نجوم جيله فنان متنوع المواهب إلى جانب موهبته كان مخزن كبير قوي لأسرار الوسط الفني كان مصاحب كل الناس كل الناس تحبه كل الناس عايزة تشتغل معاه وعنده كثير من الوثائق والتسجيلات الهمة اللي احتفظ بيها طوال تاريخه طبعا بكل تأكيد تاريخ كبير جدا من الإبداع ومشانينس طبعا زي ما قرأنا بداياته الفنية مع عبد الحليم حافظ لما أقنعه كان جاره وأقنعه أنه هو مش مواطن مصري يعني فضل سنة بيقنعه أنه هو مواطن أمريكي وجاره وتعرفه على بعض ومن هنا بدأت الانطلاقة لسامير صبري تاريخ كبير جدا فيه مجالات كتير ومتنوعة فيه الغناء في التقديم التلفزيوني في التمثيل في الإنتاج في الحين بارح كان فيه بقى حاجة مهمة جدا أنه كان فيه سبق مهم للكاتب الصحفي واقل السمري كشف عنه في صحيفة اليوم السابع وهي مجموعة من الأوراق المهمة جدا جدا لم تنشر من قبل سامير صبري هنتعرف عليها دلوقتي لأنه فيها مجموعة كبيرة جدا من الأسرار كيف كان الوسط الفني في هذا التوقيت علاقة سامير صبري بالفنانين بزميله كانت عاملة إزاي زي ما كان بسانت بتقول كان هو صندوق الأسود لزميله فبكل تأكيد كان فيه أسرار كتيرة جدا بينه وبين زميله الدنيا كانت ماشية إزاي طبعا أجور الفنانين كمان كانت عاملة إزاي في هذا التوقيت كل هذه التفاصيل هنعرفها طبعا من الكاتب الصحفي واقل المنورنا فيه السيد صباح الخير عليك أهلا بيك وصباح الخير عليك يعني كل سنة قمت طيبية يا أهلا بيك قمت طيب وبخير أعتقد أنه الحديث عن سامير صبري يطول طبعا لأنه تاريخ فني كبير جدا لكن إحنا دلوقتي بصدد الحديث عن هذه الوسائق اللي هي موجودة معك إنت عملت حملة اسمها لن يضيع مظبوط كده عايزين تعرف على هذه الحملة بدأتها إمتى وإيه كان الغرض من إطلاق هذه الحملة بص هو في الحقيقة أنا مهتم من زمان جدا بفكرة توثيق التراث والبحث عن كل ما هو جديد في الصحافة لأن أنا يعني شايف يعني عندي قاعدة كده إن أنا لو ما قدرتش أقدم جديد فما أعملش حاجة يعني ما تعملش حاجة فطول الوقت كنت أبقى أحرز على ده عملت قبل كده سلسلة موضوعات طويلة في ده صور نادرة لزكريا أحمد وصائق بليك حمدي اللي كانت عندي عائلته عملت حاجات كتير جدا بالنفس المصادر اللي أنا جبت منها مقتلات سبيل صبري جبت منها الأوراق الخاصة للدكتور زكينا جيب محمود فلسوفي كبير وغيره كتير جدا جدا جيت في شهر 11 اللي فات فجأت أني بعض المقتنيات سبيل صبري والوصائق والأفيشات الخاصة بتاعته بتاعت الشركة الإنتاج اللي كان فتحها بتتباع فيه عند تجار الأنتيكات جابوها من بتوع ربابكيا وبدأوا تتداول وصلت لهم إزاي أصلا؟ أنا طول الوقت أنا محتفظ بعلاقات معاهم ببتوع الكتب الأديمة ببتوع الأوراق الأديمة يعني كل الناس اللي عندها حاجات أديمة بتجيب من بيوت عندي وصائل صال من سنين مش من دلوقتي يعني ده بحث دائم ده الملف بتاعك يعني ده الملف الأولادي وصلت لهم هم إزاي بقى؟ هو وصلت لهم لما تم إعلام الوراسة وتحدد ورصة سمير صبري بدأوا الناس مين كانوا ورصة سمير صبري؟ أبناء عمومته يعني أبناء أبناء عمومته كمان هما للأسف ما عندوش كان في كلام عن أنه عنده ابن عيش بره ده لم يثبتوا المحكمة يعني ما لقيتش لي ابن ولا أي حاجة من الحاجات دي فللأسف قالت هذه الممتلكات كلها للوراسة الوراسة دخلوا جابوا أعملوا راسة وجابوا لجنة قانونية ودخلوا المكتب بتاعه يشوفوا هل في دهاب هل في فلوس هل في حاجات أخدوا اللي خدوا أو ما خدوش مش عارف بالزبط كان ده بعد كده عرفتوا من الناس اللي أشجروا المكتب ده اللي هيهمهم يعني طيب والحاجات دي قالوا مش عايزان إيه الحاجات دي أنا عملت فيديو قبل كده وروحت هناك وشفت عملت الحاجات دي عبارة عن مخازن مش مخزن أو أحد كبيرة جدا جدا أرشيف ممتد عنده كده كان فوق زي العمرات الكبيرة دي كان هو عمل فندارة كده كبيرة عنده دواليب كتيرة جدا جدا وأرفف وحاجات حطت عليها الدروع التكريمية اللي وخدها وحطت فيها أرشيف الأفلام اللي أنتاجها أرشيف سوره عشرات الألبومات حاجات مهولة كل دراحة مهم أنا لما رجل ده كان لمن يروحت خدت الحاجات بتاعته وفجأت أول ما نشرت الموضوع وبينت الحاجات اللي تباعت عند سامير صبري فجأت بكمل حب كبير جدا اللي الناس كانت بتحبه لهذا الرجل لدرجة أنه هو يتصدر اهتمامات البحث في مواقع السوشيال ميديا والمواقع والإنترنت مش في مصر بس بره مصر يعني اهتمام غير عادي بالموضوع بدأت نشرت الأول المجموعة انت اشتريتها اشتريتها طبعا من مالي خاص من مالي خاص كل ده من مالي خاص يعني لاني أنا بعتبر دي يعني مسؤولية عندي ولاني خد بالك في الأوقات دي ما فيش مجل التفاور يعني انت لو تشتري دلوقتي اشتري دلوقتي او مش هتشتري انت اشتريتها منين الأول؟ مثال ماول حدريكة ده فيه تجار بتبيعوا الأوراق بيجمعوا الأوراق يعني يعني تجار هم متخصصين في هذه الأوراق مثلا عايز انا نشرح عليك الاستراتيجية لا 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 مش عايزك تشرح لي أنا بس بقى مستغربة من حاجة يعني لم يتم التواصل من أهل سمير صابري لوزارة الثقافة خالص هو سمير صابري كان أوصى بين حاجاته عشيفه يطروح لوزارة الثقافة لكن للأسف وزارة الثقافة شكلت لجنة للموضوع يعني اي حاجة احنا عندنا عايزين نموتها بنشكلها لجنة فللأسف ما حصلش بقى والحاجات اتباعتي طب عايزك تقولي الوصائق بقى بالزبط اي هي؟ عايز اقولك المهم في الوصائق دي اني دي يعني اشبعتني انا لان انا كل الفترة اللي فاتت دي وانا بيجيب حاجات لسمير صابري لكن لأسف كانتش فيها ورق كان فيه افشات كتير كان فيه دروع تكريبية كان فيه سور بعد كده جبت المكتبة السينمائية بتاعته كلها وكتبت شرات فيديو كبيرة جدا فيها اكدر من الف شريط لكن انا كنت حزيني اني مفيش ورق انا عايز ورق عايز خط ايده عايز حاجة من لحم ودم لحد ما احدى اصدقاتي سيزان شكري الصحفية في جريدة روزال يوسف كلمتني قالتلي يا وائل انا لقيت فيه حد بيبيع وصائق وعقود وحاجات وصور تخص السمير صابري على الفيسبوك واللينك بتاعه هو هو طبعا قيتلي اللينك بتاعه هو كنت ترى بتواصل معها فورا على طول فورا وشان تلحق زي ما تقولت فورا كلمتوا انا فاكر حتى اليوم ده اللي انا رحت قابلته فشتريت منه الحاجات قابلته الساعة سبعة وانا كان عندي تصوير الساعة ثمانية يعني قابلته قابل في المدينة فروحت خدت منه الحاجات عظيم جدا عايزين بقى نبتدي نبص كده للوسائق ومحتويات هذه الوسائق واحكي لنا القصص الحاجات اللي ازهرت هذه الوسائق في الحقيقة بص يعني هو قصص ممتدة وكبيرة جدا يعني احنا من الحاجات اللي احنا عرفناها مثلا انه الفنانة الشدية ده تنزلت عن غاني ليها انا عايز اقولك هي الوسائق بش بس فيها معلومات فنية دي كمان معلوماتها الانسانية جميلة جدا لاني انا عمري ما شفت في حد بيعمل هذي هذا المنهج في الإدارة بالحب من ضمن الوسائق دي زي ما انت بتقولي كده ده مثلا الترخيص بتاع عرض فيلم اهلا يا كابت ده ترخيص بقاله أكثر من 40 ساعة الورقة الأصلية الورقة الأصلية ليه بالختم النصرة هو بالطابع بتاعتها ده ترخيص عرضها دي الورقة الجميلة العظيمة اللي هي يعني تحطر في متحف لوحدها اللي هو التنازل بتاع أغنية يا حبيبتي يا مصر طبعا كلنا بنشوف أغنية يا حبيبتي يا مصر وبنستنتع بيها ونشوفها في الحفلة الجميلة الحفلة دي اللي عملها سمير صبري اللي صورها سمير صبري اللي قدها للتلفزيون هو سمير صبري فقد إيه هو حفظ التراث بتاعنا وخدت مقابل هذا التسجيل أو مقابل مجموعة الأغنيات دي خدت ستة لاف جنيه مقابل هذا التسجيل الجميل كمان مش بس شادية ولا التنازل بتاعها الجميل لما أنت تشوفي أما مثلا بها تعاقد على فيلم مع نجوم كبار زي نيلي زي عبد النعمة بولي زي سمير غانم بها تعاقد على فيلم جرى العرف إن أنت ما تتعاقد على فيلم بتاخد مقدم التعاقد وبعد كده بتاخد دفعات منه عمري ما شفت أبدا أن النجوم بياخدوا مقدم التعاقد وبعد كده بيدولوا تنازلات عن بقيت مستحقتهم وبقيت مستحقتهم ليه بقى ده الجميل في الموضوع ده اللي مكتوب في التنازل نظرا للصداقة القوية التي تربطني بالفنان سمير صبري أتنازل عن ألف جنيه من أجل ألف جنيه أه ده الفنانة نيلي بصراحة الخير يا فنانة عظيمة تحبك نقولها صباح الخير الفنانة نيلي تنازلت عن ألف جنيه من أصل ثلاث تلاف جنيه كانت واخدهم في الفل يعني فقط تلت يعني الفلوس اللي هي أتأخذ تلت الفلوس اللي هي أتأخذ اشوف اللي الصداقة لا تتعاملة إزاي زماني؟ اللي كنا بنقول إن الواسعة دي هتكشف حاجات زماني الناس كانوا بتعاملوا مع بعض ازاي؟ شوفوا الفنانين كانوا بتعاملوا مع بعض ازاي؟ الصداقة ووعي وعي هي قبل الصداقة كمان بتحب الفن فهي من مصلحتها ان يكون في حد واعي وفنان منتج فبتدعمه عشان يستمر ينتج عشان يبقى عنده يحقق باكس هاب من المنتجات اللي بيعملها او من الافلام او المسلسلات او الحفلات اللي بينتجها فيقدر يستمر فيفضل ده استثمار يعني خب بالك ده هذا العصر انا فاكر في لقاء للفنان العظيمة حيكا ريوكا كان بتقول فلوس احنا بنعملش فلوس انا كنت كلما اكسب في فيلم يطلع لي فلوس كويسة انتج فيلم تاني على حسابي يخصر كل الفلوس وبيعي سيغتي عشان انتج الفيلم فهم ده كان شغف هو ما كانش الفكرة لا مكسب كانوا بيحبوا الموضوع الموضوع ما كانش فلوس انا كمان عرفت ان الفنان سامير صبري لغاية اخر ايامه كان بيعمل حلقات زعية بدون مقابل تقريبا هو طول عمره كان واهب نفسه لفنان انا عايز اقولك لحد وفضل هو تعبان يعمل كذا حلقة انا شفته كنت في مهرجان اسكندرية للاغنية شفته بنفسه طلعت معا دايما بنروح بنتنقل من الفندق للمسرح مع بعض شفته كان قدي ايه تعبان لكن حريص انه هو طول حياته يبقى موجود في مهرجان اسكندرية للاغنية مش بس يكشف انسانية هو المهم الروح اللي بكيت موجودة بينهم فدي روح اكيد اكيد عشان تبقى موجودة من طرف لازم يكون مقابلها طرف تاني تمام؟ يعني لما اقولك ان انا بتبرعلك باجري فاكيد ان تستحق صح؟ فده ده الروح اللي كانت سيدة في الموضوع اللي بتشوفه كمان الاوراق دي هو تفاصيل الصناعة يعني انا بتشوف الضياع لو قدر لهذا الورق ان يضيع وانا واسق ان فيه اضعاف 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 ضاعت لكن لو انت بسيت للورق ده هتلاقي كل تفاصيل صناعة السينما في السبعينات والثمانينات موجودة هنا بداية من التصوير الدكورات وجور الفنانين المعامل شركات التوزيع شركات الاعلان تمام كل دي الصناعة لو انت عايز تشوف مثلا فيه ورقة هنا الفيلم بتاع اهلا يا كابتن يتعرض رقبيا على التلفزيون سنة 89 وترفض فتشوف الزهنية بتاعة المنع والرفض عقلية الرقابة في هذا التوقيت كما تفكروا زي طبعا فيلم بيتزاعد الوقت وتمام مفيش اي حاجة الفيلم كلهم مش فدا ومفيش اي حاجة فانت تشوف مش بس الفن هتشوف الفن وهتشوف الصناعة وهتشوف السياسة وهتشوف الزوء العام هتشوف كنز من المعلومات اللي ما تقدرش ابدا تتجاهلها واللي هتشعر بقد ايه احنا خسرنا لما تشوف القليل الذي تبق احنا احنا عجبنا كمان العلاقات الانسانية ما بينه ما بين الزملاء في الوسط الفني وخلينا اتكلم عن علاقته بالفنانة الشدية الخليات تتنزله عن السابع اغاني منهم اغنية كبيرة زي يا حبيبتي يا مصر اغنية عايشة لغاية النهاردة بنحبها كلنا ممكن ده اللي سهل عليه عملية انتاجه لأفلام كتير ونجاح شركته انترناشنال طبعا معاك مستند لأجور الفنانين معاك مستند مش مستند واحد مستندات كتيرة جدا هو يعني في عقود متفرقة كل عقد الفنان مثلا هو ابو تكام وفي حاجات بتبقى حسابات الشركة زي مثلا ده دفتر ورقة من دفتر حسابات الشركة موجود فيه بقى كل مش بس الفنانين ده فنانين وديكور بس أستاذ عبنعم إبراهيم أستاذ عبنعم مدبولي ممثل كلمة التعاقد 1200 جنيه فيلم أهلا لكابتن بالمناسبة اللي هو اتعمل في المنتصف السبعينات 75-76 الفنان اللي ممثلاء 3000 جنيه احنا قلنا انهما تنزلت عن 1000 فنانا الثناء جميل العظيمة واخدها 1000 جنيه أستاذ كمال كريم مدير تصوير واخد 1000 بص بقى تفاصيل الصناع المكياج الفوتوغرافيا مساعد مصور الانتاج رجيزير سكريبت كل ده يعني الوظيفة المرتب المتعقد عليه أو الأجر المتعقد عليه بالدفعات اللي واخدها نلاقي هنا بصي دفعة أولى دفعة تانية دفعة فده مليانة تفاصيل كل ورقة بقى من ده مقات الأوراق مش بس دي ده كل دي كانت في السبعنات آه الحاجات دي أنا عايز أقول لحضرتك بتعانق تاريخ ما بقناش مسكينه يعني ما بقناش شايفينه يعني مثلا أنا من أكتر الحاجات اللي أصرت فيها العقد بتاع الشاعر الكبير حسين السيد حسين السيد اللي هو فاتت جنبنا وليه ليه يعني عاشق الروح هذا العظيم الكبير جدا جدا اللي عمل فلما شوف ورق بخط إيده تنازل من عن تلت برضو مستحقاته لكتابة الأفلام والمستحقاته كانت كام في هذا التوقيت ربعمائة جنيه طيب وفي حاجات تاني مثلا سوس حلمي بكر واخد 300 جنيه سوس جمال سلامة في الموسيقى التصورية واخد 300 جنيه 300 جنيه يعني الموسيقى التصورية بالتسجيل الستوديو بتاعه هو يديره الشرية بتاع المزيكة ولوش علاقة بقى بحاجة فهو واخد 300 جنيه بكل حاجة اي سب حلمي بكر انا واخد 100 جنيه 100 اه وجمال سلامة كان واخد 330 بالظبط و30 330 ما بتفرق عشان الموضى ده وهكذا كل بقى التفاصيل دي مونير مراد كمان كان مثل وخمسين دريبا مونير مراد بالظبط لا أرقام يعني خد بالك احنا بنتكلم عن مين مونير زاكي مراد كان مكتوب كده في العقد مونير زاكي مراد هم بنتكلم عن مين عن عظماء يعني مية تقريبا كله كان نفس يعني اجور دي احنا متخيلين هم كانوا بيأخذوا طبعا القيمة الشرائية كانت مختلفة لكن هم في الحقيقة برضو كانوا بيأخذ بفوص الهيلة جدا طيب انا 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 اتكلم عن حاجة تانية برضو هل من هذه الوسائق ما يتشف عن تنظيم الحفلات يعني كان في حفلات بتنظم بالزبط اختيار من يحييها ترتيب ظهور الفنانين على المسرح بالزبط هو من اكتر الحاجات اللي كان بيبدع فيها الصراحة الحفلات والبرامج والإدارة والتنظيم والحاجات دي ففيه مثلا الحفلة بتاعت الإسماعيلية اللي صور فيها شادية وغنية حبيبتيها مصر كان فيها فنانين كتير زي عاديا الشاعر وغيرهم بس الغريب بقى ان انا لقيت في العقد بتاع هذه الحفلة لقيت ان هو كاتب على ظهرها كده تقريبا كان بيخطط الحفلة تانية في 5 يونيو السبت 5 يونيو فبيخطط بقى يجيب نجوة فؤاد ولا فيش عبدو وبعدين كان عندهم نظام جميل في الحفلات حفلات المتنوعية على الأسرة كلها فلازم يقدم طرب صباح أو وردة لازم يقدم رأس فيش عبدو أو نجوة فؤاد لازم يقدم فكاهة شكوكه الله أحمد غانم لازم يكون فيه تشكيلة كده فيه تشكيلة عشان كل اللي موجودين يتبسطوا طب عظيم جدا نريد أن نتكلم بقى قبل ما نختم كلامنا معاك عن الحملة ازاي ندعم هذه الحملة خلال الفترة الجاية ودور وزارة الثقافة في الحفاظ على هذا الإرث الفني انا اعتقد ان هذا الإرث الفني وزارة الثقافة لابد ان هي تدعم وتكون راعي للحفاظ على هذا الإرث الفني بصوا هو في الحقيقة وزارة الثقافة منذ بداية الحملة يعني هي بدرت بالتفاعل معانا وأنا حاولت التواصل معهم في الأول للأسف ما تمكنش بس بعد ما نشرت التفاصيل بتاعة الحملة أو بعد ما نشرت اكبشاف بيع مقتنات سنبي صبري في الربابيكيا تواصلوا معايا وعملنا الحملة بتاعة تلاني ضيع ووزارة الثقافة اعلنت ان هي هتبقى الراعي لهذه الحملة ثم بعد كده لازم الحملة يكون لها هدف يعني فيه احداث بتحصل بين خلال الحملة كشفنا عن ده كشفنا عن تراث الفنان المصر الكبير حسين بيكار كشفنا ان فيه تراث كاتبة كبيرة نعمية حمد بيتعرض برضو لنفس المصير ونزاع قضائي بين اولادها فكشفنا حاجات كثيرة جدا لا ولازم يكون فيه يعني في الاول في الاخر لازم يكون فيه تواصل من اي يعني ورسة لأي فنان كبير مع وزارة الثقافة عشان في الاول في الاخر الفنان ده قدم فن الجمهور واحنا الجمهور من حقنا ان احنا يوصل لنا الحاجات دي وولادنا يفضل يوصلهم لان الافلام دي عايشة وهتعيش وهتكمل وهي دي سأنا عايز اقول لحضراتك هو المهم بالنسبة لي مش بس ده احنا لما عملنا الحملة استطلعنا اراء معظم الفنانين موجودين كبار الفنانين نبيل عبيد نادي الجندي هاني شاكر كبار العلماء والاسدزة والدكاترة ووزراء الثقافة الصابقين هل انتوا عندكم استعداد ان انتوا تتبرعوا بأوراقكم ومقتنياتكم ومكتباتكم لي وزارة الثقافة؟ ماذا مقتنيات شخصية؟ بالنسبة لي المقتنيات الشخصية لو خاتم او يعني مقتنيات تباع وتشترع وانا شوفنا تهافت يمكن الجمهور على يمكن شراء مقتنيات طبعا الراحلة سعاد حسني فالناس مهتمة بدا لازم نعمل مؤسسة تحتوي هذا التراث مؤسسة علمية في المقام الاول تحتوي هذا التراث وتأرشفه وتسجله وتحفظه لكل هذي يعني التراث ده اللي مرمي في الشارع المعلومات الغيبة عن الناس كلها لازم ده جزء ده اللي وصل لك بس لازم ده ده جزء ده يعني مش عايزة اقول لك واحد على الف من اللي عندي صحيح واحد على من اللي عندي انا شخصيا مش اللي فقد طاعمني فلازم يكون في مؤسسة تحمي هذا التراث وتصونه للاجيال اللي جاية وانا قدمت مشروع باسم متحف الخالدين لوزارة الثقافة وعدتني ان هي آآ سيدة الوزيرة وعدتني ان هي تدريسه وتنفزه كل شكرا لك شرفتنا ونورتنا الكاتب صحفي لفسي زوائل السمري شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا